بالنسبة بقى ليه آخر الأخبار والمستجدات والأنشطة والفعاليات وأخبار الفرق المختلفة في النادي الأهلي وكمان الأجواء داخل مقار النادي الأهلي في الجزيرة حنعرف الكلام ده كله منين من مينة من مينة يا مينة صباح الفل عليك وسبعينك تفضل صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الاهلي ومعاكم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة أرصد لكم جميع الكواليس والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي والأخبار الرياضية بالفرق يمكن في البداية قبل ما أبدأ كلامي عايز أشيد بجهود الأمن بالنادي الأهلي هنا مش بس في مقر لكن في جميع مقرات النادي الأهلي يمكن على أتم استعداد والاهتمام بجميع الإجراءات الاحترازية يمكن كمان أمن النادي بيكون مع الأعضاء في كل خطوة في النادي يعني بيحسهم على عدم يعني لازم يهتموا عدم الإهمال في جميع الإجراءات الاحترازية عشان يعني نواجه فيروس كورونا تبقا لجميع الإجراءات المتخذة من وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الصحة يمكن بقى النوح مبارح كان فيه اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي بيناقشوا فيه عدة قرارات متعلقة بجميع فروع النادي الأهلي يمكن أخذوا عدة قرارات منها أن أستاذ محمد دماطي رئيسا لبعثة الأهلي في النايجر وصفر بعثة النادي الأهلي على متن طائرة خاصة وأيضاً قرر المجلس إدارة النادي الأهلي البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لازمة لتأسيس شركة النادي الأهلي كشركة مساهمة مصرية وأيضاً منح الدوء الأخضر لأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق لتوفير متطلبات النادي مادياً وأخيراً الموافقة على صفر أستاذ أمير توفيق إلى الإمارات من أجل تجهيز لقميص النادي الأهلي يعني اللي هيلعبوا به في بطولة كأس العالم للأندية نروح بقى لرياضات المختلفة بنادي الأهلي يعني يمكن إنبارح كان فيه مرس كبير جداً وقوي الطايجر المصري الأهلاوي مصطفى عسل قدر أنه يفوز في مباراة دور الستاشر يمكن قدم مباراة قوية جداً جداً وعمل كامباك ضد السوبرمان النيوزلندي بول كول وحقق يعني فوز قوي جداً في بطولة سي آي بي بلاك بول للسكواش يمكن مباراة ستمرت حوالي 85 دقيقة قدر فيها السوبرمان النيوزلندي الفوز على مصطفى عسل في شوت الأول بنتيجة 6-11 ولكن اللاعب المصري قدر أنه يرجع في المباراة مرة تانية في شوت التاني بنتيجة 11-8 والشوت التالت بنتيجة 11-3 ولكن في الشوت الرابع قدر النيوزلندي يفوز على مصطفى عسل بنتيجة 4-11 ولكن حسم المباراة مصطفى عسل بنتيجة 11-8 وبالنتيجة دي يتأهل للكوارتر فاينل لمواجهة الكولومبي مايكل رودريز كل التوفيق للعبنا لعب النادي الأهلي مصطفى عسل في كورتر فاينل النهاردة إن شاء الله يقدم أداء قوي وقدر يفوز وإن شاء الله نشوفه فيه الدور قبل النهائي والدور النهائي وقدر أنه يحرز البطولة نروح بقى لشباب سلة الأهلي 20 سنة قدروا أن هم يفوزوا على طلاق الجيش بنتيجة 42 مقابل 16 في بطولة منطقة القاهرة وأيضاً بنات يد الأهلي موليد 2004 فازوا على فريق المعادي بنتيجة 48 مقابل 28 ضمن منافسات بطولة الجمهورية أخيراً سيدات الأهلي حققوا فوز قوي جداً على نادي الجزيرة بنتيجة 31 مقابل 12 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة أختم حديثي بالكلام عن الفريق الأول لكرة القدم يمكن نهاردة إن شاء الله هيكون في تدريب للفريق استعداداً لمبارات غزل المحلة يوم الجمعة الساعة 7 ونص يمكن نهاردة إن شاء الله هيكون التجمع الساعة واحدة ظهراً طبعاً زي ما إحنا متعودين الساعة واحدة بيجي الفريق كوتش موسيماني بيعمل جلسة فنية كده النظرية في غرفة خلع الملابس يعني ما تقلش مدتها عن 45 ديئة بعد كده إن شاء الله الساعة كنينة هيكون تدريب الفريق يمكن الفترة الجاية عندنا دوامة من المباريات عندنا دوري مصري عندنا سوبر الأفريقي عندنا سوبر المصري وإن شاء الله كأس العالم للأندية إن شاء الله كل التوفيق والدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يقدر يفرحنا ويفوز بطولة السوبر المصري والسوبر الأفريقي إن شاء الله ويقدم أداء قوي جداً في كأس العالم للأندية دي كانت كل الأخبار والكواليس من مقر النادي الأهلي بالجزيرة أنا معاكم لو في أي استفسارات أو أسئلة أعود لكم مرة أخرى في الأسئلة أنت وعمركم مفندونا فرصة للمزيد من الاستفسارات الله ومصلي عن نبي دايما الأخبار كافية ووافية طبعا كل شكر للزميل العزيز مينة ماهر مراسل قناة النادي الأهلي